لماذا معصب؟ فسخت خطوبتي مع هاي البنة قال شو طلعت نسوية وكيف عرفت انها نسوية طلبت مهر عالي وافقت ما عندي مشكلة بتقوم بتحكيلي بدك تشتغل البيت معي وتطبخ معي وافضت ولا شو بتحكيلي قال انت دكوري متخلف روق لك شوية حبيبي وخليني اقول لك شو يعني نسوية والله ما خلت فيي عقل اسمع اشي بس احكي خلينا نشوف شو عندك اسمعي يا سيدي حسب دراسة نشرت في استاتيستا بمايو 2022 في 58% من نساء العالم بيعتبروا نفسهم نسويات يعني على كلامك اغلبية النساء عبارة عن اعدال الرجل نفسهم عشان هيك سنوات وهم بيناضلوا ولسه اصلا حقوقهم ما نالوها خلينا اصحح لك النسوية حركة حقوقية ضد الدكورية لكنها لا تعادل رجل انما المعتقدات والقوانين اللي توضع لصالح الرجل على حساب المرأة طيب شو المشكلة اذا المرأة قامت بمهام البيت للرجل سواء كان ابوها ولا اخوها ولا زوجها ما في مشكلة لانه في فرق بين انه يكون خيار المرأة الطبخ والاعتناء بالبيت او انه تكون مجبرة على هذا الاشي لانها امرأة فقط طيب والبنت لما تطلب مهر غالي وهدايا هل هذا تقدير للمرأة؟ هي حرة شو بده تطلب وانت حر ترفض لكن المرأة لا تباع ولا تشترى بمعنى انه قيمتها لا تختزل فيما هو مادي يعني مين قال تباع وتشترى؟ انا ما جبت هذا السيرة اصلا في رأيي الافكار النسوية هاي تقليد للغرب ما بتزبط لا النا ولا الهم النسوية مش حكر على مجتمع معين يا حبيبي عدنا مفكرات نسويات ساهموا في تعزيز حقوق المرأة مثل المصرية نوال السعداوي والمغربية فاطمة المرنيسي يعني شو غيروا في مجتمعنا؟ يا ما السعداوي انتقدت في تصريحاتها مؤسسة الزواج اللي هي عماد المجتمع واعتبرتها يا جماعة كمان سجن اللي لازم تعرفوا انه المفكرة المصرية تعرضت للختان في سن صغير وناضلت ضد هاي الظاهرة حتى تم تجريمها في مصر عام 2008 يا حبيبي ماشي بس من نفس الوقت كانت ضد الميك أب ضد الحجاب ضد حرية لباس المرأة مش النسوية هاي بتنادي بحرية الجسد؟ مشكلتك انك ما بتقرأ لو قرأت كتب السعداوي مثل المرأة والجنس رح تفهم انها كانت ضد ما يفرض على المرأة بسبب جنسها او كل ما يجعل منها سلعة النسويات يا عزيزي بشكل عام مع حرية الاختيار حبيبي انا بشوف ان النسوية اصبحت موضة مربحة حتى دور الازياء صارت بتسوق الهم يا حبيبي بأي مجال في هناك نسوية مثلا مصممة ديور الايطالية ماريا اطلقت الموضة المحتشمة ردا على التصميم اللي بتبرز تفاصيل الجسد بغرض الربح لما تتبنى براند قضية عادلة وتساهم في نشرها يعتبر هذا امر صحي حيرتني معك يعني هسا النسوية هاي بتشجع على الاحتشام ولا على التعري مش فاهم لا هيك ولا هيك بل لحرية الاختيار وهاي كانت رسالة فريق الجنباز الالماني للسيدات خلال اولمبياد توكيو بارتداء ملابس تغطي الجسم بالكامل لتشجيع النساء على ارتداء اللبس اللي بيخليهم مرتحين يا عمي انا ما عندي مشكلة المرأة تلبس اللي هي بدها اياه بس المساواة في كل اشي بين الرجل والمرأة مش امر صحي مش زابطة النسوية بتعترف بالانسانية الكاملة بين النساء والرجال وهذا كمان كان سبب نضال نسويات امريكا في القرن التاسع عشر ولولاهم ما كان المرأة الحق في التعليم تملك العقارات او التصويت مثل الرجل طيب مدام ذكرت امريكا الدولة المتقدمة فهي واحدة من بين ثمان دول فقط في العالم ما بتوفر اجازة امومة مدفوعة الاجر بموجب القانون الفيدرالي الا بعض الولايات شي مش صح ياه ببساطة لانه فيه تمييز ضد المرأة لما تاخد المرأة اجازة امومة راح تكون اقل حض من زميلها الرجل في التطور المهني والترقية لانها اشتغلت اقل منه او فوتت فرص في فترة تحملها وانجابها بذمتكم هذا منطق كيف يعني مو للطفل الحق في الرعاية والرضاعة الطبيعية اللي بتنادي من اجل حركات النسائية الحال انه تكون هناك اجازة امومة وابوة للطفل الحق في رعاية ابوه كمان وغير هيك لازم الشركات ما تميز الرجل عن المرأة فقط لانها خلقت امرأة وهي بحاجة لاجازة امومة في عام 2022 بيانات لجنة التربية الوطنية في المانيا اللي بتوفر اجازة امومة اظهرت انه دخل الرجال اكثر من دخل النساء في معظم المهن تقريبا طيب حلمك علي منظمة الصحة العالمية في العام نفسه كشفت انه النساء اقل دخلا من الرجال في قطاع الصحة بنسبة 24% رغم ان اكثر من 60% من العاملين في الصحة نساء من الصبح واحنا بنحكي على حقوق المرأة المادية على حساب الاسرة اللي هي اصلا نواة المجتمع مزبوط كلامك ما فيه اشي اهم من الاسرة مثلا في اليابان اللي فيها ارتفاع ضخم في نسب العمالي والمساواة في الاجور هناك عزوف كبير عن الزواج والانجاب حسب تقرير لبلومبرغ صدر في عام 2022 صحيح انه اليابانيات بيحطوا المكسب المادي في قائمة اولوياتهم لكن سبب تراجع الزواج هو كلفته الكبيرة والرواتب اللي ما بتغطيه من الاصل مش قصة مساواة في حقوق يا عزيزي انا ما عندي مشكلة انه المرأة تطالب بحقوقها وبالعدل في الاجور لكن بدون ما تكون نسوية او تتبنى نسوية قضيتها ليش؟ النسويات متطرفات في الدفاع عن حقوق المرأة حسب دراسة لابسوس في عام 2022 اكثر من 40% من الرجال بيعتبروا انه النسويات معاديات للرجل في كتاب مدينة السيدات لأول نسوية فرنسية في القرون الوسطى بتحكي انه النسوية لا تدعم كره الرجل ولا التفوق النسوي خلينا من القرون الوسطى ونروح لدولة عصرية مثل كوريا الجنوبية اللي كشفت فيها احصائيات رسمية انه 79% من مواطنيها بيعارضوا النسوية وهي بيعتبروها معادية للرجل انت بتحكي على دولة عندها وزارة للمساواة بين الجنسين من الطبيع انه الرجال هاجموا نساء مستقلات ماديا ما رح يخسروا اشي اذا طالبوا بحقوقهم المرأة القوية المستقلة يعني طلعت خرافة لا يا سيدي مش خرافة المرأة اللي لا بتصرف على حالها ما بيكون القرار بيدها بالعكس بتكون دائما خاطعة لللي بيصرف عليها من وين جبتها الحكي؟ زوجات كثيرة ازواجهم بيصرفوا عليهم والنساء هن اللي متحكمات في شؤون الاسرة صحيح في نساء مسيطرات في كل الحالات يا صديقي النسويات ما رح يقبلوا برجل يدافع عنهم النسوية لا تقص الرجال يعني انت ممكن تكون رجل نسوي شو نسوي هاي يا حبيبي؟ طب استنى الهجوم اللي رح تتعرض له من الناس اللي عم بتشوفك هلأ النسوية انسانية هاي حقيقة على اي حال بعدك متذكر خطيبتك السابقة ولا انسيتها خطيبك النسوية اسكت يا رجل منيح اني خلصت من هالزواج هاد والله كانت ورطت يا زلمي فكرتك رح ترجع لها مستحيل انا اصلا رافض لهاي الفكرة انا فكرت انك اقتنعت اصلا لا مستحيل اقتنع وانتم هل تعتبرون النسوية معادية للرجل ام لا شاركونا باراكم وتعليقاتكم لانه بالميزان بايكم هو المعيار اكيد وما تنسوا انكم اتبعونا عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب وتفعلوا زر التنبيهات ليصلكم كل جديد دمتم بخير